اشتركوا في القناة وبهذه المناسبة اعلنت الشيخة مرام بنت عيسى الخليفة مدير عام مكتب قرنة ملك مملكة البحرين عن تفاصيل النسخة الثالثة لمعرض فن البحرين عبر الحدود خلال مؤتمر صحفي أقيم صباح اليوم حيث سيشمل مشاركة مجموعة منتقى من دور الفن العالمية والفنانين الوافدين من جميع أنحاء العالم لعرض أعمالهم في المعرض وتوجهت الشيخة مرام بشكر والتقدير لصندوق العمل تمكين على احتضان وتمويل مشروع مبادرة فن البحرين عبر الحدود من خلال برنامج عمل محدد لمدة ثلاث سنوات وبينت أن مبادرة فن البحرين عبر الحدود توفر منصة للفنانين البحرينيين من جنبها قالت سيدة كانيكا سابروال مديرة معرض فن البحرين عبر الحدود أن شعار معرض هذا العام هو ننمو أكثر كلما تعلمنا أكثر حيث سيكون التركيز على استحداث شراكات وفرص تنموية تعزز من برامج الترويج لفناني مملكة البحرين بهدف استمرار تطوير مهاراتهم وتوسعة دائرة انتشار الفن البحريني حول العالم المعرض الحقيقة في نسخته الثالثة الآن فهو معرض يتغير وينمو من سنة إلى سنة هناك مشاركات خارجية كثيرة من 17 دولة سواء من مشاركة مباشرة من فنانين أو من دور عرض معروفة أو جالريز من مختلف دول العالم بالإضافة إلى هذه المشاركات هناك جناح خاص للفنانين البحرينيين وأيضا هناك برنامج محاضرات شامل وعدد كبير من الضيوف من الخارج بخبرات مختلفة في مجالات مختلفة كلها تتعلق بالفن سواء الاستثمار في الفن أو الفن في المساحات العامة أو المشاريع الفنية لأبعاد اجتماعية فهي فرصة الحقيقة للتفاعل معهم وتعلم ما يجري حول العالم في المجال الفني واكتساب خبرات منهم ويمكن استحداث تجارب مماثلة في مملكة البحرين بما يناسبنا ترجمة نانسي قنقر